أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يذم منها شيئا أي لا يذم من نعم الله شيئا فكان يقبل ما يعطيه الله يشكر على القليل وعلى الكثير وكان لا يطلب المفقود ويرضى بالموجود صلى الله عليه وآله وسلم لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه ومعناه لا يذم منها شيئا وكان أيضا لا يمدحه شيئا متعلقا بأمور الدنيا وزينتها خصوصا في الأطعمة فكان لا يذم طعاما ولا يمدح طعاما لأن ذم الطعام قد يجعل الإنسان يعاف أن يأكل وكذلك متح الطعام قد يدل على النهم وحب الطعام ولا شك أن النهم من الأخلاق الزميمة ولا تغضبه الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم ولا ما كان لها يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب من أجل فقدان شيء من الدنيا كان غضبه لله وبالله وفي الله وليس لأجل دنيا ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها يعني ما كان من أمورها فإذا تعدي الحق أي إذا كان الأمر يتعلق بالدين وبشرائع الله وبحق الله عز وجل وبحق الخلق فإنه لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له صلى الله عليه وآله وسلم ولا يغضب لنفسه صلى الله عليه وآله وسلم كان يعفو ويصفح ويقبل عزر المعتذر ولا ينتقم لها ولا ينتقم لنفسه بل كان صلى الله عليه وسلم يتنازل عن حقه لأمته إذا أشار أشار بكفه كلها إذا تكلم كان يشير بكفه كلها أثناء كلامه وخطبته حتى تكون مناسبة الإشارة لكلامه صلى الله عليه وآله وسلم وإذا تعجب قلبها يعني عندما يسمع شيء أن يتعجب يقلبها كذا بدليل تعجبه مما يسمعه صلى الله عليه وآله وسلم وإذا تحدث اتصل بها أن يحركها تبعا لحديثه صلى الله عليه وآله وسلم وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى عندما يريد أن ينبه على أمر كان يفعل هكذا يضرب راحته اليمنى ببطن إبهامه اليسرى صلى الله عليه وآله وسلم بيانا لأهمية ما يقوله في هذه اللحظة وإذا غضب أعراض وأشيح يعني عندما يغضب من أمر يراه أو من فعل صلى الله عليه وآله وسلم كان يعرض عنه ويشيح كأنه لم يره أي يتغافل عنه صلى الله عليه وسلم يتغافل عنه ولكن بغير غفلة ثم بعد ذلك ينصح صلى الله عليه وسلم بطريقة غير مباشرة فيقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وإذا فرح صلى الله عليه وآله وسلم غض طرفه يعني حياء من الله عندما يفرح صلى الله عليه وسلم بأمر متعلق بأمور الدنيا أو الآخرة كان صلى الله عليه وسلم يغض طرفه حياء من الله جل ضحكه التبسم صلى الله عليه وسلم جل ضحكه يعني غالب ضحكه صلى الله عليه وسلم أن يبتسم ويكشف عن أسنانه الشريفة صلى الله عليه وسلم ولذا يقول جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام أي إذا ابتسم صلى الله عليه وسلم يظهر أسنانه الشريفة بيضاء كحب الغمام وحب الغمام هي قطرات الندى التي تكون مع السحاب فالغمام هو السحاب وحبه هو قطرات الندى وكأن ريقه الشريف على أسنانه اللطيفة صلى الله عليه وسلم تظهر أثناء الابتسامة التي كان يبتسمها صلى الله عليه وسلم وكأن الدنيا كلها تبتسم هكذا كان صلى الله عليه وسلم كلامه لا ليس فيه فضول وليس فيه تقصير والله سبحانه وتعالى ينبهنا يقول في سورة النساء سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس أي أن الإنسان لابد أن يكون كلامه في هذه المواضيع إما أن يكون إصلاح بين الناس أو في أمر بصدقة أو أمر بمعروف وما عدا ذلك يكون عليك ومن عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه ولذا ليجب على الإنسان أن يعلم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعلمنا وأن يأخذ بأيدينا إليه ترجمة نانسي قنقر